جمهور حضرتك طبعاً أعمال اللي يبعث ومبسوطين بوجودك تحية كتير جداً جاينا على صفحاتنا على السوشيال ميديا ترحيب بحضرتك وناس بتطلب حاجات كتير وناس مبسوطة بوجودك منوّر الدنيا النهاردة الناس في مصر قطيب ناس في العالم الحقيقة يعني أعرف حضرتك لما سمعوا المزيجة بتاعت لونجا في الجولدين جلوب بتاعتوامي أه خدت فلوسك كلهم بتطعمونه عليه ده تعمل من أكثر من خمس سنين ناس بقى تقول لك أنا محامي أكفع لك قضية بس ومش هتكلفك حاجة يعني الناس طيبة بشكل واحد من معهم حاسينهم لقى تأذى لقى نقف معاه ايه الجمال ده ايه جمال ده ده مش هتلاقيه في أي حتة تانية في الدنيا الحقيقة الطيبة المصرية حضرتك من طنطا مش كلا تخلم وطيبة طنطا وجمال طنطا طلعت بدري في الموسيقى بتاعت حضرتك يعني تقدر تقول إنه المكون الرئيسي كان الجملة المصرية وجملة طنطا والمحيط بتاعك هو اللي خليك تحط هذه البصمات السابقة من بدري ده كلام جميل ومظبوط جدا جدا مع هذا إنه الجمل المصرية احنا دولة من أغنى الدول اللي في العالم بالتعدد الغنائي فأنا في تانتا كنت طبعا الشيخ النقشباني ده أول حاجة ده يعني قصارة السماء وبعدين الموالد مليان موالد عندنا نحنا في نص الدلتة بالزبط وكل الناس بتيجيت الموالد بتزاعتنا مولد سيدي السيد مولد الشيخة صبراح مولد سيدي رفاعي أول حلمة جغن طول السنة موالد كنت بتحب الموالد حضرتك طبعا طبعا خصوصا الليلة الكبيرة بتاعت كل مولد دي ما بوتهاش والغاية النهاردة أنا بروح لليلة الكبيرة بتاعت سيدي السيد فطبعا إيه بيبقى فيها رونة بيبقى فيها حاجات شعبية معا الأنشيد بقى الدينية والإنشاد الديني بقى والإنشاد الصوفي اللي أنا أتأثرت بيه جدا جدا والحاجات دي كلها مكونات كتير جدا زائد غنى الفلاحين طنطة دي بقى كان حواليها كله فلاحين بيزرعوا فهم بيزرعوا بيغنوا كويس؟ حاجة تالتة بقى مهمة جدا إن كل حدا هيتجاوز في أي قارية يحط الشوار بتاعهم يعني الجهاز على العربية الكارو ويقلبوا الطشت ويغنوا أغاني ويقلبوا طنطة كلها فانا قلت بقى اسمعوا الأغاني دي ومن ضمن اللي سمعتوا ما تحسبوش يا بنات من الجهاز راح فلا قلت الأستاذ صلاح جايين عايزين نعملها دي قال لي ده الأستاذ كامال الطويل سبقك وخد اللحن وعمل بلد يا بلد بلد السهر ونتقول لأ أنا مليش دعب اللحن إحنا بس عايزين ناخد مطلع الكلام ده وتبنلنا فوق لأن انتي حارفة حضرتك الغنش الشعبي الفلاحي دايما فيه ألفاظ عارية ما تنفعش تخش كل بيت بس هي بقى بتبتدي بقى ما تحسبوش يا بنات إن الجهاز راحة ولا تتعالوش يا بنات نقولنا بصراحة إن الجهاز عمره عمره ما كان راحة أول سبوع يا بنات في الفكش مرتاحة تاني سبوع مهزة وتفاحة تالت سبوع اللي حمتها رواحة رابع سبوع لغاية في المحكمة سوحة فأخدين اللي في النصر ما مش هنقدر نقوله آه خلاص ماشي فقلنا إحنا عايزين المطلع ده فعمالنا هنا دي اللي أصابت نجاح فوق متردار السواري للشعب المصري إنها نبع منه بقى إنها نبع إن الجهاز على فكه مسئولية ما محدش ياخده كده يعني خفيف كده أو لايت مش راحة فعلا الواحد لازم يتعب ده أي مشروع يعني العسف ده سهل لا تتمرن 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 كتير كتير أي حاجة اللي بيطلع مهندس كده من الباب لطاق لا بزاكن بيشتغل والطبيب هكذا وكل حاجة أي مشروع حتى الجواز مشروع ترجمة نانسي قنقر